السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناتنا المتميزين مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو اليوم إن شاء الله سنكون مع تجربة علمية بسيطة حول طريقة صناعة خلية بتارية كهربائية للتشغيل بعض الأجهزة البسيطة وكما أقول دائما فليس الغرض من أي فكرة يتم شرحها أن تكون صالحة وذي فائدة في الوقت الحالي فربما أنت حاليا لست بحاجة إليها في ظل وجود بدائل متعددة لكن في مرحلة معينة في مكان معين وفي وقت معين قد تكون إحدى هذه الأفكار التي سبق لك أن شاهدتها سببا في حل مشكلتك إذن بالنسبة للأدوات التي سنحتاجها ستكون عبارة عن معدن أليمنيوم لاستخدامه كقطب سالف في البثارية ويمكنك استخدام مصادر متعددة لمعدن الأليمنيوم كوراق الأليمنيوم المستخدم في المطبخ أو علب المشروبات الغازية لكن ستكون بحاجة إلى إزالة طبقة الطلاء عن طريق تعريضها للنار أو صنفرتها بالليفة المعدينية أو أي مصدر آخر لمعدن الأليمنيوم كالأسلاك أو القطع المعدينية كما سنحتاج أيضا إلى معدن النحاس أو النحاس الأصفر لإستخدامه كقطب مجر ويمكن كذلك استخدام مصادر متعددة لمعدن النحاس كالأسلاك الكهربائية النحاسية أو صفائح النحاس مثلا صفائح النحاس أو أي مصدر آخر لمعدن النحاس كالقطع النقدية مثلا أو الأسلاك المهم أي مصدر من مصادر معدن النحاس ثم سنحتاج أخيرا إلى مادة الكلور وهي عبارة عن سائل تنظيف يستخدم في تبييد الملابس وبكل بساطة نضع معدن الأليمنيوم ومعدن النحاس في إناء بلستيكي شريطة عدم تلامسهما معا ثم نقوم بصب مادة الكلور حتى نغمر مستوى المعدنين وبعدها تكون البتارية جاهزة للإستخدام شخصيا قبل أن أجرب الفكرة لم أكن أصدق أن هذه التجربة ستكون بهذه الكفاءة أجريت تجارب صابقة بإستخدام محلول الماء والملح ولم تكن النتيجة مرضية كالنتيجة التي حصلت عليها في هذه التجربة اليوم وكما تشاهدون متتبعين الأعزاء أن الخلية الواحدة عند قياسها بجهاز الأفومتر تعطينا 1.5 فولت تلاحظون هنا أنه عند استخراج الصفائح من مادة الكلور يتوقف إنتاج الطاقة والآن لنجرب كفاءة عمل هذه البتارية وقدرتها على تشغيل بعض القطع البسيطة كهذه المحركات مثلا يمكنك دائما أن تقوم بمضاعفة عدد الخلايا التي عندك وتركيبها إما على التوالي من خلال الجمع بين السالب والموجب في كل خلية بتارية بهدف الحصول على خلية بتارية بفلطية أعلى أو يمكنك كذلك تركيب هذه الخلايا على التوازي السالب مع السالب والموجب مع الموجب من أجل زيادة قيمة الأمبير الناتج لكن في هذه الحالة يتم الاحتفاظ بنفس القيمة من الفولت الناتج ونحن الآن سنقوم فقط بمضاعفة عدد الخلايا من خلال تركيبها على التوالي من أجل الحصول على قيمة فولت أعلى وتلاحظون الآن أن قراءة الأفومتر لهاتين الخليتين أصبحت تعطينا حوالي 2.5 فولت ترجمة نانسي قنقر سنحاول الآن استخدام باقي القطع المعدنية من النحاس والألومنيوم في إنتاج خلايا أخرى وتركيبها على التوالي للحصول على فولت أعلى والنتيجة كما ترواها الآن حسب قراءة جهاز الأفومتر هي تقريبا 5 فولت أي تقريبا نفس القيمة التي تشحن بها الهواتف المحمولة والنتيجة الآن هي الحصول على خليب التالية أكثر قوة من السابق ترجمة نانسي قنقر